الحرب طويلة لأمد هدف أوروبي لاستنزاف روسيا وقوتها العسكرية في أوكرانيا حيث تعتمد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية خطة دعم أوكرانيا لتعزيز صمودها في وجه الدب روسية حتى تنهك قواه ويكون صيدا سهلا لهم مستقبلا أو غير قادرا على التهديد مرة أخرى وتلوح دول الغرب بمواجهة أزمة جديدة لا تتعلق هذه المرة بتدعيات الاقتصادية بل ترتبط بطبيعة الإمدادات العسكرية المقدمة لأوكرانيا وحجم الأسلحة الموجودة في مخازن دول حلف النيتو شركة نورثروب غرومان إحدى أكبر شركات الدفاع الأمريكية حذرت من قدرة مغزونات الأسلحة على خدمة قتال طويل الأجل مطالبة الحكومات الغربية بتوضيح الموقف بشأن قدرة الصناعة على توفير الأسلحة في الحرب الأوكرانية تسلمت كييف أسلحة من الولايات المتحدة ودول أوروبا من بينها مدافع هاوتزر وصواريخ هيمارس وصواريخ جفل مضادة للدبابات وأخرى ستينجر مضادة للطائرات ومدرعات ماستف ومروحيات هليكوبتر قتالية وغيرها من العتاد ورغم تنوع مصادر تسليح القوات الأوكرانية فإن الأسلحة السوفيتية تعد العمودة الفقرية لها لسهولة استخدامها مقارنة بالأسلحة الأمريكية والغربية كما أن أغلب دول الغرب عند تقديمها المساعدات العسكرية الأوكرانية تحتفظ بمعدل معين من الأسلحة في المخزن لسيما الولايات المتحدة وألمانيا حتى لا تتأثر احتياطاتهما وقدراتهما القتالية على المستوى الوطني ومشاركتهما داخل النيتو لذا تفضل الدولتان إجراء صفقات مع شركات تصنيع أسلحة الكرملن من جانبه يرى أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يغير من مسار الصراع ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في العمليات العسكرية